سواء باتشيكو أو موسماني قال لك مجوم في الآخر سواء موسماني قاش كل بقى حاجة بعد طبعا تجهيز فيلر للبطولات كلها هو أخذ كل حاجة وباتشيكو برضو وصل لجزئية نهاية أفريقيا والبعد قال لك بقى إيه بداية من الموسم الجديد هيبان الاتنين مدرين الفنين من الأفضل من وجهة نظرك في التواجده مع الفريق بتاعه يا فاروق كنتائج موسماني إنما ككورة مش باتشيكو فرقة نادي الزمالك من الفرق اللي بقى عندها إيه يا فاروق اللي بقى عندها اللي هو إيه التخاطر الزهني منهم من بعد يعني عيب بلعب معاك مثلا حفظين بعد حفظين بعد يعني جيب مثلا أجيبها لك على النادي الأهلي حسام حسن وفلكس حفظين بعد كان بيعمل إيه يروح يفوت كورة عدي يحط فيه تخاطر نادي الزمالك وصل لمرحلة التخاطر دي بين اللعيبة كان ما ينفعش الموديل الفني يغير لما جات تغير ومشي مصطفى أنت ما جبتش غرجونه واحد من فعد ما مصطفى مش تخيل أنت متخيل بس نزمك ما قفش على لاعب جابت ما بيقفش على لاعب بيقف على طريقة اللعب اللي أنت بتلعبها بيقف على لعب فهمني بص ما فيش نادي بيقف على لعب بس لعب يقصر في فرقة زي مصطفى كده بص ما هو الوقت لغاية ما تجيب البديل يعني بص عبدالله السعيد لما ميشي من أهلي الفترة اللي بعد عبدالله السعيد ما ميشي كان فينا دي أهلي خالص الامور كانت صعبة الامور كانت صعبة فهمني اللعيب بيقصر لبعض وخاصة لما يبقى فرقة متجنسة فرقة عندها الياقة الزهنية متكاملة بينهم بعض عارفين يعني ساسي ساسي بيمسي الكرة خلاص تلاقي أوباما ابتدى يدي جنبه للملعب في اتجاهه مش بوشه ليه عارف انه يحطها بتوين فيروح ماشي هتلاقي الطرف زيزو دخل لجوه وحزم إمام طلع لبرا فالكرة بتتحط زيزو يدخل في المساحة بيفضل المساحة فالكرة تتحط فهمني فهو ده اسم التخاطر الزهني اللي انت مثلا ايه انت بتحب واحد مثلا بيروح لحي تليمين انت عارف يلعب الكرة فيه يعني ده مش دور باتشيكو اللي عمله لا ده كان موجود مع كان موجود التجانس دوت وانا قلت برضو اكتر من برنامج قلت ان المشكلة دي كلها في حتة ان تجيب مدير فني بقى يضيف للتجانس ده ما حصلش ما حصلش جيت مشت والاهلي ما عندوش الحتة دي لا الاهلي بص الاهلي عنده النص الملعب كويس يعني انا بعتبره هو ونص ملعب الزمالك افضل اللعيبة موجودة في مصر كلها يعني اذا كانت سولية ديانج فتحي فتحي ساسي طيق حامد هتلاقي ان اكتر ثبات للمستوى عن كل اللعبة الملعب اللعبة دي في الفرقتين في الفرقتين اللعبة دي هتلاقي عندهم ثبات قوي جدا انما المشكلة في اللي قدام يعني مثلا انت بتحط حسين الشاحات ناحية اليمين حسين الشاحات ممكن يلعب بعض المباريات انما المباريات اللي فيها مساحات وراء ماينفعش مساحات وراء الزكت يعني فيه كسافة كسافة عددية كسافة عددية اه ليه حسين ما عندهش المهارات العالية خلاص انما ممكن يعمل واند وروح تو يشوت او يعمل عرض فاهمني يعني كده عكس مثلا لما بتحط مين كان طاهر طاهر الحمد طاهر لا الاصمر اجاية 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 كسافة مش كسافة متفاهم جدا معالي معلول عنده القدرة بيعمل ايه في التلت الاخراني في التلت الاخراني بيروح داخل جوه وترى معلول في نص الملعب بيفضل برا ويقرب هو معلول فاهمني فتحس انهم فيه دويتو تفاهم فالتفاهم ده يفضل شغال حتى لو لعيب سيء منهم لازم اخليه طيب بص باكت هنا شلو مصافة محمد الامور يعني ما جابوش حد الاهلي بقى عنده مجموعة كبيرة عنده مجموعة كبيرة انما بس مش عارف ايه بجوان لا مش كده طبعا شريف جاب جونه انا هقولك شريف ابتدى يهدف المفروض كان يفضل يكمل جيت شلته حطت بواليا 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 عنده سوء توفيق انما لعيب كرة كويس على فكرة تمام وفرد كويس انما عنده سوء توفيق بس هو مش متجانس في حتة اللعيبة اللي موجودة اللعيبة اللي موجودة ازاي يعني يعني الاهلي دايما بيعمل الافرات من على حدود التمنتاشر فهمني يعني الشبات دي على طول جوه الاهلي نادرا لما تلاقي مثلا محمد هاني من على الخط يروح عاملها ما بيروحوش لباية الخط بيلعبوها من قبل الخط بالزبط بيقبل الخط بيلعبو دي مش بتاعت بواليا بواليا عايز الكرة بالعرض هو يطلع فهمني ويحط لانه هو عنده الملكة دي بس انفرادات اكتب برضو موجودة بس اسمعني حتى الانفرادات حتى الانفرادات يسأل فيها المدير الفني تمام تدريب عليها لما يبقى عندي لعيب مرة واثنين وثلاثة يعني انت فاروق مثلا وانت في الاهلي مجاش مثلا مدارب مسكة كمية كده وقالك لأ لما تيجي في الحتة دي لا لا لازم خلاص حط فهمني لا لازم اه انت فين انت فين فين تلتين الفاضين فين هم دور خط فيها كده يا جامع فهمني خلاص فانت بتعلم اللعيب خلاص حتى لو كان لعيب كدير وانا هقول لك حاجة قبل ما اقول لك اخر سؤال ان تصوبي في وقت كان والله في بعض كان بيعلننا ازاي تباص جامد ويحط لك قمعين كده عشان عملية الباص الصحية مش بتكلم بس في المفردات حتى الباص احنا كبار كده مهما كنت مهما كنت لعيب كبير طبعا لازم تتعلم عندي عندي حاجات نواقص لازم تتعلمها النواقصي لازم ألعب عليها حتى يعني بص عارف الاسبرينتات دي حاجة أوراسية انما ممكن ننميها تنميها بس شيء بسيط بس اناميها فهمني فطالما في ايدي حاجة عملها لماذا؟ هو منا مديل فاني ليه؟ صح طيب سؤالي أخير كابتن